السلام عليكم أخباركم بيبن وورين دايما معي بسعب بيكو في كل وقت وفي كل أوان يا مرحب يا مرحب وقال لبيني شارك سعادة غميرة دائما بوجودي معاكو دايما يارب مش عارف خلينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونذكركم بما كنا نذكركم به سابقا انه والله يكوشير بالكومنت وحكات الحلوة بتاعيكو دي ودايما كده اسعد بيكو على طول الزمالك في وضع نفسي يعني الرهبة النفسية اللي بتبقى عند اللندية وبتقابل نادي زي الزمالك بيقح الموسم ده متزبزب وكل ما انت تاخد خطوة واثنين عشان تكمل لقدامه تحصل لك دروب وتقاح بتعادل بخسارة ده بالظبط المشهد اللي احنا بنشوفه دلوقتي بعد استسلام مجلس ادارة نادي الزمالك لفكرة ان الزمالك لا بديلة له غير انه يجدد اللعيبة ويبدأ يدخل اللعيبة ويجربها ويشوفها وقالوا الكلام ده للراجل ان كان الراجل نفذ بطريقة اغضابة المجلس ليه لانه المجلس ما كانش عاوز نتائج مهتزة اللي عاوزك تشرك اتنين تلاتة يكملوا معايا الموسم الجاي سواء كنت هرفع القيد او مش هرفعه وازاك هيشير الالغ القيد ان شاء الله لكن انا بكلم بشكل عام فالمشهد اللي انتو شايفينه من كتول سوارش وهو ده هيخدني لسوارش بعد شوية الجميز هو ده اللي عامل حالة من الزعل عند ضارة الزمالك لان الضغوط بقت زيادة دلوقتي حتى لو كانوا مثلا جوهم كده هف على دماغهم كده وعلى بالهم اننا ميرفعش القيد باللي بيعملوا جميز لا هيرفعوه ليه لان الجمهور مش هيستنى بقى لو اللعيبة دي فيها الامل ما كانش ان الزمالك في المباراتين اللي بدأ بيهم بلعيبة شباب صرف كان صفر التصويب على المر مفروط الاول بلا هجمة وحيدة في البلدية ولا في الاسماعيلي فدي حاجات هتخلي الجمهور اول ما الناس بقى يبدأوا يتكلموا ويكتبوا حقوقتنا المحللين ويكتبوا وطلقوا لك التفاصيل والجداول ان زج ما عملش هجمة ولا صوب تصويبه في المباراتين اللي بدأ بيهم جميز بهذه الطريقة مجلس ده راح يضطر يرفع القيد يرفع القف بشكل نهائي وكده كده يرفعه بس يعني لو هو ياخر شوية مش عارف ايه يبدأ يفكر لا مش هينفع لان الراجل كمان بيخلص على اللعيبة سواء انه كان بيدافع عنهم دفاع كويس وبيتكلم كلام منطقي عن تضارب المواعيد والتحام المواسم وده كلام منطقي جدا جدا بس انا عاوز اقول له حاجة يا مستر جميز انت تطارد مصير سوارش الاهلي طيب الفدين سوارش مدير فند الاهلي اللي جه اااا بعد ما مسيمان يمشي فقراروا يجبوه قراروا يلعبوا لعبة انت جرب الشباب وخلاص استسلموا زي زي ما يمستسلم كده وريحوا الكبار انا معنديش مرع لو اتا عاوز تعمل ده يعني لو جميز عاوز يريح كوي رياحهم بجد ويلعب بكلهم صغيرين بما فيهم محمد صبح يريح خلاص هو عاوز يعمل ده و بس انت ما عملتش ده لانك ماشيت اللعيبة سرحت اللعيبة بتوع الفين وخمسة و الفين واربعة اصف الفين وثلاثة و الفين واربعة وبتعب بخمسة بس ومنائي منهم كمان تمام في بعض الالفين وثلاثة موجودين زي حزم اسامة وبتاع ماشي ومحمود الشيناوي طب جرب محمود الشيناوي لا انا بدور على الفوز يا سيدي انت بدور على الفوز طب فين اللي هيفزولك وبعدين هنا هاسأل نفس حلاك بتدرب اللعيبة دي؟ يعني لو طبيعي بتدربهم وواثق فيهم ما ينزلوا ينفزوا المطلوب يا راجل ما فيش عرضية ما فيش تصويبة ما فيش تمريرة ما فيش اي حاجة يبايتوا بتدربهم على ايه؟ على ما تفرج انت بتدربهم على ما تفرج ومنسمى طول ما انت شغل بالرهان ده طول ما انت شغل بالرهان ده انت اللي هتخسر وبقول لحضرتك وارجو ان يكون مترجمك او الصفارة البرتغالية او الناس اللي بتبعت لك تقول لك الكلام اللي هو لك ده مجلس ادارة الزمالك ولو كان واقف في ظهرك وسندك في لحظة هيقرر يمشيك لو الموضوع بيزداد سوءا والنتايج تزداد سوءا ولو الزمالك تعرض لخسارة من نوعية 3040 في المنشاط اللي جاية محدش هيرحمك بما فيهم مجلس ادارة وانت مش هتقعد وتخطيطك وافكارك الخاصة به الموسم يجينا هيبوز فوانت عاوز تقعد في الزمالك امن نفسك يبقى عندك اكتر من تفكير لاما يا جماعة تيجي تقول انا خلاص هلعب بشاب ومش انا ده انا اجيب احمد مجلي دير انا واخد اجازتي وانتفقوا على الاندارة على كده واندي للعبة دي كلها اجازة شهر يلا تكروا على الله ونتقابل يوم تمانية وعشرين تمانية نبدأ نجهز نفسنا للموسم اللي بعد شهر ريحت هو شهر ونص ومية مية وزي ما انت عالتوا ده اربع اسابيع ستة اسابيع ده اربع اسابيع ولا خمس اسابيع كل اللعبة يطلع يتفسح ويفك على عصابه شوية ويرجح لكن لو انت تريدك شغال بالمنطقية العجيبة والسريالية اللي حكيت عنها مبارح فانت الى مصير سوارش يعني شيك يقول لك حد بس يقول لك اللي حواليك يقول لك وكيلك يقول لك اي حد يقول لك يعني ان شاد عيسى قال كده وعلى فكرة طيب انا قلت لك كده هيحصل كده لو انت خسرت مطشاط جاية تلاتة ولا اربعة مش هتقعد في الزمالك حتى ولو الكابتن حسين لبيب اللي قال لحضرتك هتقعد خاص؟ طيب نروح بقى للرجول الحقيقة انه حمزة المسلوسي لاعب رابل وتحمل ضغوط لا يتحمله الا الجبال وضغوط جمهور الزمالك على لاعبته بتبقى صعبة ومس سهلة وحمزة اول موسم وحتى شوية من التاني كان في ضغوط رهيبة علي كلنا انا وانتو كل الناس كانت بتضغط وانه لازم يمشي وانه مش هو المستوى وا 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 لغاية التحول اللي حصل مع نهاية عبدات موسم اللي فات والسنة دي بسم الله ما شاء الله اداء خرافي رجولي في مركز غير مركزه وانه صنع نفسه في هذا المركز في نادي الزمالك ولا ينافسه احد فيه وميرجع محمود الوينش يبقى مجاورا له مش منافسا له تمام الشباب بقى صغير احمد مجدي احمد رفاعي مصطفى الزناري اللي هيجي زي كلوشة لو جه كلام ده هيبقى برضه مجاورا لحمزة المسلوسي ليه ما تكلم عن الرجولة هنا والاخلاص التوانسة الحقيقة انه الراجل ليه مستحقات خد جزء وبقيله حاجات ام اي ادارة الزمالك مبعتش بقى شكوى زي نضار طلب من ادارة الزمالك ان انا عاوز فلوس عاوز جزء من المستحقات المتبقية تمام وانا لن اشتكي نادي الزمالك احتراما لنادي الزمالك ولجمهور الزمالك ايه ده جمهور الزمالك اللي كان بيهجم زمان قالك لا احتراما للزمالك ولجمهوره مش هقدم شكوى لكن ارجو انه يتم انهاء الامر ودفع ايه جزء من المستحقات الحقيقة ادارة الزمالك خدت هذا الامر بمعزة واحترام ووعدته ان خلال الاسبوعين اللي جايين في شهر سبعة يكون خد جزء من المستحقات بتاعته وده امر محمود وكويس اما يبقى الراجل بيتعال معانا كويس نتعمل احنا احسن منه نسلم علينا نسلم عليهم يتمره هو ده اللي انا نفهمه تردها بأحسن منها فالراجل حياك تحية فترد بأحسن منها لانت قامت وقيمت نادي الزمالك وهيبت نادي الزمالك انه زمالك اقام متعسر في بعض الامور لكن المهم انك توفر فلوس اللعيبة وانا عارف الاتحي ان الكابتن حسين لبيب يملك الان انه يدفع الفلوس الخاصة ببقية فلوس رفع القيادة معانا لكن الكابتن حسين واضع اولوية لصرف جزء لا بأس به من مستحقات اللعيبة اللي بتلعب دي لانه برضو مهما كان اللعيبة دي اللي مكملة معي انا هجيب كام تلاتة اربع لعيبة هماشي تلاتة اربع لعيبة وجيب تلاتة اربعة مكانهم وخلاص في الاماكن النقص ماشي لكن مش هجيب عشرة مش هيكرر تجربة يناير ان كان ممكن يكررها لو الامور قدت لده لكن هو في الاساس اولويته وخطته هي ارضاء اللعيبة اللي بتلعب دلوقتي ارضاء اللعيبة اللي بتلعب دلوقتي وعاوز يدفع فلوس المكافئات وفلوس المستحقات بتاعتهم ويدفعها ودي حاجة امر كويس وانا عارف الضغوط الكبيرة اللي عكبت ان حسين لبيب لانه يكاد يعمل منفردا ووحيدا ليه؟ دي قصة طويلة لكنه الراجل الوحيد اللي في نادي الزمانك مش تفخيم منه ولا تقليم من اخرين لكنه اللي عاوز ينجح نجاح باهر هو الوحيد لانه اسمه مجلس حسين لبيب عاوز يقول ان مجلسه نجح فهو بنفسه بيشتغل وبيتكلم وبيعمل وبيدور وبيقعد طيب انتو عارفين انه كل اسبوع ان كل اسبوع يوم اربع يعني زي بكرة الكابتن حسين لبيب يقعد مع جميس كل اسبوع في جلسة يوم الاربع تتروح بقى بنص ساعة ساعة يتكلموا فيها في كل الامور بيحكيلوا احنا بنفكر في ايه وعايزين ايه وهو يسمع للراجل وطلبات الراجل واحنا محتاجين مين وفي كل مرة لا مش في كل مرة بيبدأ لكن في مثلا ملاحظات بيقولها مجلس دارة الزمالك للكابتن حسين لبيب بسبب اللغة كابتن حسين لبيب بطلاقة يعني فهو اللي بيتواصل بشكل دايريكت مع المدير الفني النادي الزمالك كرئيسة لنادي الزمالك وبيقعد معاه كل اسبوع جلسة اسبوعية بيتكلم فيه معاه وانا بقول لكم ان الجلسة اللي جاية بتاعت يوم الاربع اللي هو بكرة دي اكيد هيكون فيها دون الاعلم يعني مش اقول لك انا كربته كابتن حسين ما حصلش عشان اكون راجل امين لكن بالعقل ومن المنطق الكابتن حسين لبيب هيعتبه على اشراكه للعيبة الخامسة او الستة تحت السن مبارح والتلات لعيبة اللي ما بيلعبوش اساسا اشراكهم مع الثمانية فاحنا بقينا اللاوش معادة حمزة الماسوسي ومحمد صبحي يعني نمار ما بيلعبش كتير روقة ما بيلعبش بالاضافة ناصر ما بيلعبش بالاضافة والباقي كله جديد وشاب فانت حطتهم رميتهم في البحر فدهم تعبوا بدأ الجمهور يخضب وده امر طبيعي انا بقول لكم ده الحوار اللي هيجرى يعني طيب بمناسبة نمار نادي الزمالك نادي الزمالك ابلغ نمار انه سيخرج معارا ولو عاوز يدور على عقد اعارة فليتفضل ازا ما هم مجابولوش يعني الزمالك قال لنيمار يا نمار انت لعب كويس واحنا مش عايزين نستغنى عنك عايزين نمدلك في عقدك الموسم اللي هاتبش فيه ادي واحد واتنين عايزينك تخرج اعارة يعني تاخد يعني الروح اكتر وتتعود اكتر وانت خامة مبشرة واحنا مش عايزين نستغنى عنك لكن احنا عايزين نفضي مكان للزحم اللي عندنا في ناس وقت تخرج تتقلق تعود لنا متقلقا كما كل ما نعاد من اول اوباما اللي خرج ورجع واحمد فتوح اللي خرج ورجع ومصافة محمد اللي خرج ورجع وادي حصاب اشرف وادي احمد محمود فهذه التجربة ليس فيها اي اهانة لنيمار يا سيد عبدالربو الشهير بسيد نمار واتمنى منه ان هو يركز ويكتعد ولا بقولك ان اقدرت ازاك مش هتبالغ في اعارته قيمة مالية مقبولة والغرب بس ينروح نادي يلعب ويشارك فيه في كل مركز في اي مركز سواء الباكيليمين او الجناح الشمال اللي هو اللي بيحب حسب باتفاقه مع المدير الفني وقدرة نادي الجديد ده اللي انا اعرفه يعني طيب ايه حكاية نادي 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 خلاص ايامه بقت معدودة في نادي الزمالك وازايك مش هادر يدفع الفلوس اللي مفروض يدفعها ليه اه الرابل وازايك بيحاول انه يمشيه وابلاغه رسميا بالرحيل فهو راجل عشان ميرفعش الشاك وهو عايز بيت مستحقات رموس ينداوي بكده زي تمام زي سامسون اي كنولا اللي برضو مستحقاته اتدفعك بالكامل مالوش حاجة عند زيك بزيك خلاص ما يقوله امشي بمشي مالوش حاجة ونرفع عضية تاني لان العقد بينص على كده طيب لكن اللي انا فهمه ان بريمان اضاي مش عاوز يكمل مع نادي الزمالك لانه جالوا عروض تصدقوا اه جالوا عروض العروض دي فين يا جماعة العروض ده جالوا عرض من نادي الترجي التونسي يا راجل اه والله العرض اللي هو بيقوله انه جال من الترجي التونسي لكن الترجي التونسي عايزه فري عايزه حر عايزه من غير من يدفع ماللي من الزمالك ونقص له على الورق ونقص له موسك بس ازمالك بلغه هو بقى عاوز ياخد الفلوس بتاعته بالنادي الزمالك ويروح اه الترجي ولا بقولكو الترجي رواياتبه مش كبيرة يوم ما يقوله انه اده النضايا دوله متين وخمسين الف دولار ده لو ادوله متين وخمسين رواياتب تونس كلها اكبر واحد فيها ما بيخدش الاركام الكبيرة زي اللي عندنا ستمية الف حتى لا 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 اخيرهم تلتمية تلتمية وحاجة متين متين وحاجة يعني مش الاركام الضخمة زي اللي احنا بنجيبها هنا او بندفعها هنا في مصد عساك من خليج فبالتالي انت هتروح الترجي يبقى رايح بقيمة مالية زي اللي موجودة ايه زيادة لو بتنو خمسين يبقى تلتمية لك انت بتاخد مليون ومية في الزمالك فانت عاوز تاخد الستمائة ستمائة الف دولار قبل ما تمشي تكفيك وتروح بقى تلعب في التونس وبتاعه فالتونس عايزاه فري وهو عاوز هو في الغالب هيروح وفي نفس الوقت هو عاوز يمشي خلاص لانه العرض واضح انه هو جد بالنسبة له ونس رغبة فيه وفي نفس الوقت عاز ياخد الفلوس لها ما خدتش هارف عواضي ونعمل حكاية ايه اللي هيجرى المفروض محامي نضاي هيجي ويعب بقى مع الزمالك يوصلوا الحل اتمنى ان ذلك ينهي الامر ويحل الحكاية ويتفعله ان شاء الله يقصط له الفلوس يديره مية وخمسين متين دلوقتي وبعد ستة شهر مش عارف ايه وبتاع وينهي الامر ويدين عشان ما يبقاش فيه اي مشكلة من ناحية دي لكن فكرة انه نضاي التكل الى الترجي فليتفضل فليذهب اللي هو عايزه يعمله يعني دي حاجة لا تمثل اي اهمية لنادي الزمالك طيب الحاجة التانية الزمالك هيعمل جلسة مع سامسون سامسون عشان ياخدوا المخالصة هيديره ميتين وخمسين الف اللار اللي لي ويقولونه شكرا ويمشوا ويمضوا العقد ويبقى يتفضل يعمل اللي هو عايزه رحيل مجاني رحيل مجاني مش عايزين منه حاجة والدلاله فلوس كمان لكن مش يرفع قضية ونوعها في حكايات دي فالزمالك دلوقتي فيه جلسة فترة اللي جاية ديت هيعملها مجلس دارته مع سامسون عشان يرحل ويوقع على المخالصة وينتهي ايه اه فترة اه اخونا سامسون في الزمالك زي ما انتهت فترة نضاي من نادي الزمالك برضو ومشي اعتبروا مشي يعني طيب هو فيه بس حاجة عايزه قلوكو عليها ان فيه حالة واحدة ممكن تقعد اه نضاي انه يوافق انه ياخد الفلوس اه 800 الف دلال اللي بقي له يخدهم على السنتين ويعط الراجل ما عندوش مانع اخونا جميز لكن جميز صرح في اشارات انه لو ملعبش إلا هيجرى يعني هو في الغالب يشيلعب تاني الفترة دي هو راجل زي ما نتوب كده في الغالب اتفق مع تونس او اتفق مع عرض من اللي جايله فيه كلام كمان انه جايله عرض من الكويت اه والله هو اعلم الامور ماشي ازاي لكن نضاي اعتقد انه وجوده في نادي الزمالك بقى صعب شوية وسط مراره اصبح صعب جدا شوفكم الخير في اللي جاي ودائما مع بعض ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة